في يطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء قام الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة يرافقها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكليل الظهور على النصب التفكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصرة وعزفت الموسيقات العسكرية سلم الشهيد ثم توجه رئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقام بوضع أكليل من الظهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة وقدم الرئيس السيسي التهنئة بهذه المنسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار الرجال الدولة